طوني من لبنان ات معانا على الهوى اعرف ابونا التفسير لهذا الاي نصر تفضل يا اخ توني رح يجاوب ابونا مكاري وانت اسمعون شكرا كتير يا اخ توني شوف يا توني ويا كل انسان لما سألوا المسيح له كل المجد عن علامات المجيء هو السؤال كان من جزئين مناش دخل بالجزء الاولاني يعني متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك وانتهاء الظهر فالرب قال علامات للمجيء يعني مثلا قال تسمعون بحروب واخبار حروب واحنا ابتدينا نسمع الحروب من سنة 45 ليه حروب وبعدين قال تبرد محبة الكثيرين قال زلازل واوباء ومجاعات زلازل في اماكن لكن العلامات دي وان كانت بدأت تتم ونقدر نقول جيل العلامات بدأ من مدة طويلة لكن نيجي لعلامة يقول الآية اللي ذكرتها حضرتك يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها شهادة لجميع الامم ثم يأتي المنتهى العلامات اللي قالها قبل كده حروب واخبار حروب ليس المنتهى بعد والصيف قريب والحاجات دي أما العلامة دي بيقول ثم يأتي المنتهى إيه هي العلامة دي يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها أهو الصورة اللي انت شايفها والصوت اللي انت سمعه في القنوات الفضائية افتدى بشارة الإنجيل يسمعها كل خن أو ركن في العالم يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها شهادة لجميع الامم هذه دلوقتي زي ما قال الأخ نزار ملايين سمعنا دلوقتي سمعنا بنقول المخلص واحد هو يسوع المسيح اللي مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص الطريق واحد هو المسيح له كل المجد الباب واحد هو المسيح يسوع بنقول لكل الامم ثم يأتي المنتهى يعني خلاص بقت في الحل ممكن تتوقع في يوم وليلة علامات خطيرة وده اللي احنا منتظرينه قريبا قريبا جدا وبس أعيد السؤال اللي سألته في البداية بس تكرره معلش أبونا لأنه بعتقد أن هذا السؤال خطير طالما أنه كل العلامات وأنه ما فيش عزر لأي إنسان إيه المفروض كل مشاهد يعمل في هاي اللحظة المفروض كل مشاهد سمعني وشايفني أو بيسمع من أي مصدر نمر واحد تقبل المسيح فادي ومخلص لأنه ليس بأحد غيره الخلاص واللي قالوا السامريين في قصة السامرية عرفنا أن هذا هو مخلص العالم ولما بنقول آدم الأول بخطيته أفل الباب بيننا وبين الله جه آدم الثاني يسوع المسيح هو اللي فتح الباب وفيه ندخل وبغيره لا خلاص عشان كده بقول لكل إنسان سمعني وشايفني قبل فوات الأوان آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك الآن اقبل المسيح لأنه ما تضمنش النفس اللي طلح حيرد ولا ما يردش الآن إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم ومش أبونا اللي بيتكلم ولا الأخ نزار اللي بيتكلم ده المسيح اللي بيسمعك صوته واللي ما تدقيده بيشاور عليك بيقولك اقبلني أنا المخلص ليس بأحد غيره الخلاص بيقولك الآن اشتركوا في القناة